نور من اليمن تقول ما حكم الاشتغال على مشاريع التخرج بمقابل مادي يعني أخي جاء عرض أنه يشتغل مشروع لتخرج الطلاب الجامعيين وسلمهم مشروع جاهز بمبلغ مالي أختي نور من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للاشتغال على المشروعات الجامعية هذه وهي البحوث مثلا على قسمين القسم الأول جائز والقسم الثاني محرم القسم الجائز وهو القيام على تغليف البحث الذي يسلمه الطالب أو على طباعته مثلا أو على تنسيقه مثلا هذا جاهز هذا ما لا علاقة بالبحث هذه إجارة هذا كأن صاحب محل أو مكتبة يجي الطالب يقول والله أنا عندي هذا البحث اطبعه لي يطبع البحث يغلفه له أو مثلا يقول له والله أنا كتبت البحث بخط يدوي اطبعه لي على الكمبيوتر يقوم فيطبع الكمبيوتر ما فيهش هذا جائز والثمن من وراء هذا حلل النوع المحرم ما هو أن يقوم مثلا شخص مثل أخوكي ذكرتي فيعطيه الطالب عنوان بحث عنوان بحث فيقوم هو فيشتغل له ويجمع له بحث ويضع اسم الطالب عليه والطالب ليس له جهد مطلقا في هذا البحث هذا حرام هذا غش هذا كذب ولذلك قولي لأخيك من أي النوعين هو إذا كان من الأول جائز إذا كان من الثاني يقوم على خدمة الطالب بتجهيز بحث كامل وذلك من خلال عمليات يعني بحث وترتيب ويعطي هذا حرام والثمن الذي يحصل عليه فاعله أيضا محرام لأن ما حرم فعله حرم ثمنه بارك الله فيك